الحكومة تعطي أولوية كبيرة لورش مكافحة الفساد وأن هناك عملا استراتيجيا تتدخل فيه عدد من القطاعات كل من موقعه في إطار استراتيجية وطنية تشرف الآن لجنة وطنية لمحاربة الفساد على تنزيلها وفي تنصيق لكافة المتدخلين وأبرز بالمناسبة على أن هذا المجهود يحقق ثمارا ومن ذلك ما نتج عن عدد من المتابعات والتحقيقات مع عدد من المسؤولين بعد إحالة الملفات التي جاءت إما عن طريق الرقم الأخضر أو من طرف المجلس الأعلى للحسابات وأن الحكومة لا تعلن عن هذه العمليات لأن البراءة هي الأصل وأنه لا يمكن أن يتم إصدار حكم قبل أن يصدر القضاء كلمته مخبرا أن هناك عشرات من القضايا معروضة على القضاء تهموا عددا من الملفات وأنه إلى جانب العمل القضائي المرتبط بمكافحة الفساد والرشوة هناك العمل المرتبط على المستوى الشريعي وعلى المستوى رفع الشفافية في تدبير الشأن العام وإقرار منظومة متكاملة للحكومة الإلكترونية ثم ثالثا العمل المرتبط بمنظومة الشكايات التي الآن انطلقت في إطار بوابة وطنية موحدة يتم عبرها تعبئة الإدارات العمومية وتتبع ردود فعلها من حيث الأجال ومضامين الأجوبة ما يتعلق بمحاربة الفساد كما سبق أن أشرت هذه أولوية حكومية هناك استراتيجية وطنية هناك لجنة وطنية تم إقرارها بشراكة وعضوية المجتمع المدني ستنعاقد في غضون واحد شهر هناك تعبئة على مسوي وزارة العدل حيث تم الإعلان مؤخرا عن أهم سبعة إجراءات عملية من الموساء في هذا المجال الرقم الأخضر الخاص بمحاربة الرشواء المؤشر الأخير الذي صادر عن منظمة الترانسبارنسي الدولية والذي حققت فيه بلادنا تقدما بتسع نقط حيث أكد على أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لورش مكافحة الفساد وأن هناك عملا استراتيجيا تتدخل فيه عدد من القطاعات كل من موقعه في إطار استراتيجية وطنية تشرف الآن لجنة وطنية لمحاربة الفساد على تنزيلها وفي تنصيق مع تنصيق لكافة المتدخلين أكد السيد الرئيس الحكومة على أن محاربة الفساد تبقى مسؤولية جماعية وأن كل فاعل من موقعه عليه أن ينخرط في مواجهة هذه الآفة التي لها أثارها الكبيرة على المستوى التنموي والسياسي والاقتصادي والجماعي ترجمة نانسي قنقر